اشتركوا في القناة بالتعاون بين سلطة الحماية من الإشعاع والاتحاد الأوروبي الناطق باسم الحكومة الموريتانية يقول إن ضبط الحقل الصحفي ينبغي أن يكون نابعا من الصحفيين أنفسهم المبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني وللدفاع عن القضايا العادلة تدعو إلى تنظيم حملة وطنية لدعم الشعب السوري أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النسرة اختتمت صباح اليوم في العاصمة واكشوت ورشة تكوين حول الاستجابة في حالة حدوث حادث إشعاعي أو نووي أو كيميائي منظمة بالتعاون بين السلطة الوطنية للحماية من الإشعاع والأمن والسلامة النووية ومبادرة مراكز لامتياز التابعة للاتحاد الأوروبي تضمنت ورشة التكوين بعض التمارين التطبيقية حول الاستعداد للتصدي لحوادث الإشعاعات النووية أو الكيميائية التي قد تحدث لقد تابعتم طيلة هذا الأسبوع بجدية ومثابرة ورشة وطنية حول الاستجابة في حالة نشوب حادث إشعاعي أو بيولوجي أو نووي أو كيميائي وهي ورشة منظمة من طرف السلطة الوطنية للحماية من الإشعاع والأمن والسلامة النووية بالتعاون مع مبادرة مراكز الامتياز المعنية بتخفيض المخاطر لشعاعية والبيولوجية والنووية والكيميائية التابعة للاتحاد الأوروبي لقد تبجزت هذه الدورة بكثرة وتنوع التمارين والمناورات ككيفية الاقتحام وإسعاف المصابين وإجلائهم وأخذ العينات من المواد الخطرة ونقلها للمختبرات إضافة إلى تدرب على استخدام الأدوات قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد لمين والشيخ إن الإجراءات لازمة للقبض على السجين السلفي الهاربي من السجن منذ أسبوعين الشيخ والسالك متخذة وإن التحريات جارية أضاف والشيخ خلال مؤتمر صحفي بنواكشوت أن فرار السجناء من السجون يعتبر أمرا عاديا وطبيعيا ويحدث في كل بلدان العالم قلت لك عنه أول أنه هو أول سجين السلفي يفرر للسجن وأن السجناء يفرروا من الدول الضعيفة وضل القضية وأنه فراروا أولا قضية تخلق على مستوى العالم ولا هي القضية كبيرا من كنته وإن شاء الله يجروني قبض عليه إن شاء الله يجروني قبض عليه قضية طبعا الإجراءات اللازمة الضرورية والطبيعية للقبض عليه متخذة والتحريات جارية وأنتم تعرفون مثل هذه المسائل اللي عندها بعد أمني عادة أيضا ستعود الحديث فيها مبتذل وممستهلك بطريقة مثلا عفوية ولذلك اللي نقوله أعلنوا الإجراءات مكبورة للقبض عليه والتحديد مكان والجلب للعدالة لاحقا إن شاء الله احتج عدد من أهالي السجناء السلفيين أمام السجن المدني في نواكشوت تنديدا بما سموه تهميش السجناء وعزلهم عن ذويهم وأدع المحتجون السلطات الموريتانية إلى الاستجابة إلى تحقيق ما وصفوها مطالبهم المشروعة والمتمثلة في زيارة أبنائهم المعتقلين هذا ويتزامن الاحتجاج مع دخول بعض السجناء السلفيين في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على ما سموها الإجراءات التعسفية المتخذة بشأنهم قال وزير الوظيفة العمومية والعمل وعسرنة الإدارة سيد العالي المحمد خونة إن الوزارة بصدد إنشاء نظام مندمج لتسيير العمال يرتقب أن ينطلق خلال الفصل الأول من عام 2016 الجاري وأضاف المحمد خونة خلال مؤتمر صحفي للتعليق على اجتماع مجلس الوزراء أن نظام تسيير المندمجية تكفل بالمسار الإداري والأجور والمعاشات وسيعنى في المرحلة الأولى بالأفراد الموجودين على قوائم الوظيفة العمومية الإعلان عن نظام جديد تسعى الحكومة إلى إطلاقه لضبط وتسيير عمال الدولة الموريتانية تمت المصادقة عليه في اجتماع الحكومة الأول في العام 2016 وزير الوظيفة العمومية تعاهد بإطلاق البرنامج منتصف العام الجاري وأكد أن قطاعه وضع برنامجا مندمجا لتسيير العمال يتكفل بتنظيم وجور ومعاشات عمال الوظيفة العمومية والمالية في انتظار أن يشمل النظام المعلوماتي والجديد عمال الدولة في الفترات القادمة قدم القطاع اليوم بيان متعلق بوضعية تقدم النظام المندمج لتسيير المصادر البشرية للدولة تطبيقا للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية سيد محمد العبد العزيز الرامي إلى أقلنة وشفافية تسيير المصادر البشرية في الدولة قام قطاع الوظيفة العمومية بوضع برنامج مندمج لتسيير العمال كما أشدد وزير الوظيفة العمومية على سعي الحكومة نحو القضايا على ازدواجية الوظائف عبر الاستعانة ببيانات الإحصاء البيومتري وأضاف أن النظام المعلوماتي الجديد سيمكن من تحديث عملية تسيير الدولة وموظفها هذا النظام المعلوماتي يعمل طبقا للنصوص القانونية المسيرة للمصادر البشرية للدولة ويشكل مرحلة مهمة في سبيل تحديث تسيير المصادر البشرية للدولة وقد استكملت مراحل الأساسية الفنية ونحن الآن بصدد إدخال البيانات اللازمة الكون فدرالية العمالية طالما دعت إلى ضبط وتنظيم القطاع العمالي على صعيد الوظيفة العمومية والقطاع الخاص بما تعتبر الالتزام بتطبيق قوانين الشغل وإنصاف العمالي إحدى أبرز مطالبها القديمة المتجددة التي يحملها العمال في عرائض مطالبهم كل عام في إكرار عيد الشغل ندد حزب التجمع الوطني للأصلاح وتنمية تواصل بارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية والمحروقات في موريتانيا رغم انخفاض أسعارها عالميا وقال الحزب في بيان صادر عنه إن ارتفاع الأسعار يثقل كاهل المواطن ويؤكد ما سماه فشل النظام الحالي في توفير العيش الكريم للمواطنين داعيا إلى اتخاذ إجراءات تدعم القدرة الشرائية للمواطن وتخفف من وطأة ارتفاع الأسعار يحتج صحفيون ومناضلون حقوقيون أمام قصر العدل في نواكشوت تضامنا مع الصحفيين المهدي والمرابط وابراهيم الخطري المحالين إلى العدالة بعد شكوى مقدمة ضدهما ودع المحتجون إلى عدم ترويع الصحفيين واستهدافهم عبر إحالتهم للعدالة والقضاء وتركهم يؤدون رسالتهم الإعلامية دون تضييق نختاره ونقول على نحن كصحافة انتدبنا نفسنا للدفاع المواطني ونشر الحقيقة ونعرف عن الطريق ما هي ليتعود ما فروشة بالورود ونعرف عن ننظر نواجه ياسم مضايقات نعرف على نحن موليما أكثر الناس من السجام على القانون وكثير الناس احترام للقانون وكثير الناس من عجل عنه يرتدر القانون هيبته وبالتالي احنا ما نعادلو شي خار في القانون ولا نعادلو شي مس من مقدسات المجتمع ولا نعادلو شي مس من ذوابته يغير المولي نظر نحازه للمواطن وعندنا عن الرعي عبارة لا عن صاحبه وحنا جاينا اليوم مستدعين للمحاكمة ولابتنا نعرف نتائجها شنيه نظر نحضرولها من ناحية أخرى قال وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ناطق رسمي باسم الحكومة الموريثانية محمد رمين والشيخ ان ضبط الحقل الصحفي ينبغي ان يكون نابعا من الصحفيين انفسهم وان الصحفيين مسؤولون عن صون الحرية بالنسبة لتنقية الحقل او تقييم الحقل او كيف قلت ضبط الحقل نحن قلنا لكم هون عدة مرات عن أهل الحق لأنفسهم وهم المعليين بضبطي أنفسهم وبتقييمي أنفسهم وبإصلاحي أنفسهم وأعلن الدولة من اللي تعطي الحرية للصحافة معناتهم الصحافة يضطهم هم اللي عودوا مسؤولين عن ذلك الحرية وهم اللي عادت عندهم رقابة يضطة ذاتية ووجدانية ويضبطوا أنفسهم ما فهم من الضابط ما هو هذا الضابط الفني والتقني والأخلاق اللي عند رهباء لسلطة العليا للصحافة هذه تضبط الأمور والله فهم قضايا القانونية لشرائية العامة على كل حرية الشخص تنتهي عند حرية الشخص الآخر وعلى أن فهم خيط بين الحرية والفوضاء وهذا يلتعود شيء من المعلومات بل محفوظات بل منسيات الصحفيين عنفسهم قالت وزيرة البيطرة فاطمة فال بن تصوينع إنها قدمت لمجلس الوزراء الموريتاني بيانا يتعلق بإحصاء الثروة الحيوانية في البلاد وقالت بن تصوينع خلال مؤتمر صحفي للتعليق على اجتماع مجلس الوزراء أن الثروة الحيوانية تمثل عشر بالمئة من الدخل الوطني الخام بموريتانيا كما أن ثمانين في المئة من العمالة بالبلد تعمل في القطاع الرعوي وضيفة أنه كانت هناك إحصائيات للثروة الحيوانية بموريتانيا لكنها تقريبية ولا تعتبر دقيقة طبعا كانت فهم عمليات حسابية دائما تنعمل منذ السنوات منذ الثمانينات وهذه الإحصائيات تقريبية على نسبة النمو الازدياد في كل صنف من الصنف الحيوانية يتراوح النسبة معينة وهي 3.5% عند البقارة 2% عند الإبل أو 5% وما يزيد شوي عن 5% عند القنب يقير هذا الأرقام والمعضيات ما هي بالدقة الكافية نتيجة المولي أنها كان دائما تقبض بعين العجبار بعض من التقيرات البناخية والتقيرات البيئة كيف ضربات الجبافة اللي بلدنا للحمد لله الهسنوات ما عاشتها والتقيرات المناخية اللي تأثر على نمو ازدياد الحيواني ما تغير المناخ بطريقة كبيرة إضافة إلى التدخلات اللي كانت دائما تقوم بها الحكومة ضد تحسين الكثير من المراض الفتاكة واللي أعطات مرضودية خلال العمليات اللي قامت بها الحكومة في العاشية الأخيرة خاصة من السنة الماضية الإحصاء ذبت على عن موليتاني حسب الرؤوس الملاقحة بها ما يزيد على مليون وثم الميت رأس من الأبقار اللي تلقح أساساً ضد المرض المعروف اللي ولا بيفيسي بيالي وبوغلايب المرض المعروف عند المنمين هذه المعضيات كاملة تأكد أهمية إعداد الثروة الحيوانية إلى الشأن الفلسطيني حيث انتقد عفوا جايل وايت الخبير في القانون الدولي قاعدة بيانات سير الفلسطينية التي جمع فيها مراقب الأمم المتحدة معلومات خاصة ومفصلة عن الأسر الفلسطينية وجعلها في متانة ولسلطات الاحتلال التي تملك حق الفيتو في تحديد من يحق له بيع واستلام مواد البناء في قطاع غزة المحاصر اتهمت مذكرة قانونية مسربة للأمم المتحدة بأنها أصبحت شريكاً في جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة عبر آلية سيري للإعمار التي أقرت بعد العدوان الأخير على غزة صيف 2014 ويرتكز الاتهام على استيلاء إسرائيل على عمل المنظمة الدولية المسحي الشامل المرتكس على آلية إعادة إعمار غزة المعروفة باسم آلية سيري التي أشرفت عليها الأمم المتحدة وكان من المفترض فيها تسهيل الإعمار غير أنها الآن ستعزز بشكل فعال سيطرة الاحتلال على قطاع غزة وأكدت المذكرة التي أعدها البروفيسور نايجل وايت من جامعة نوتينغهام لبريطانية كرأي قانوني ونشرها موقع الانتفاضة الإلكترونية أن آلية الإعمار الأممية التي تعرف باسم آلية سيري تعني المساهمة الفعلية في الحصار وأنها مخالفة للقانون الدولي وتنتهك حق الشعب الفلسطيني في الحياة وقد عد تقرير الخبير نايجل وايت وهو مدير مركز القانون والأمن الدولي في جامعة نوتينغهام من أبرز خبراء العالم في قانون الأمم المتحدة ويتضمن التقرير تحذيرا من أن الأمم المتحدة أصبحت عضوا شريكا فعالا في جرائم إسرائيل وتعزيز الحصار على قطاع غزة الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ 2007 وأوضح وايت بأن كون الأمم المتحدة طرفا في عملية إعادة الإعمار هو بحد ذاته يساهم في إبقاء الحصار وبذلك فإنها تعمل على تقديم الدعم والمساعدة في انتهاكات القانون الدولي وأضاف إذا ما أصرت الأمم المتحدة على المساهمة في تنفيذ آلية إعادة الإعمار هذه فستكون مسؤولة هي وحكومة إسرائيل عن الخسائر والإصابات التي تحدث في غزة كما أنه يحذر من أن قاعدة البيانات الخاصة بالبيانات الشخصية للفلسطينيين في غزة المندرجة تحت شروط عملية إعادة الإعمار تنتهك حق الشعب الفلسطيني في الحياة وذلك لأنه من المحتمل أن تسيئ إسرائيل استخدامها لقاعدة البيانات هذه دعت المبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني ولدفاع عن القضايا العادلة من سمتهم أحرار العالم إلى تنسيق الجهود للتخفيف من معاناة الشعب السوري دعية إلى تنظيم حملة وطنية لدعمه وحملت المبادرة وقالت المبادرة الطلابية عفوا في بيان صادر عنها إن أربعين ألف سوري يمنعون من لقمة العيش ويموتون جوعا في مضايا السورية محملة حزب الله اللبنان المسؤولية في ذلك رياضيا انتقل المهاجم الموريتان إسماعيل جاكيتي إلى نادي النهضة السعودي قادما من نادي حيفاء السعودي وقبل ذلك كان يحترفه في نادي حمام الأنفى التونسي وقبل دخوله عالم الاحتراف كان إسماعيل جاكيتي يلعب في نادي الكونكورد بدور درجة أولى في موريتانيا نتابع حين تأخل المتخب الوطني للمحليين على حساب السينغالي أنذاك وعمت الفرحة الجميع كان الجناح الطائر والمحلق دائما بعيدا عن بقية اللاعبين لا يريد المواصلة إلى بلد البفنة كان يريد أن يغرد خارج السرب في مغامرة جديدة بعد أن ضاقت به ملعب الوطني أو قل لم تعد قادرة على استعاب ما يحمله اللاعب من فنيات وإمكانيات عالية ميزته عن غيره من اللاعبين الموريتانيين جلس جاكيتي بهدوء مناف لسرعته المعهودة على الملعب وقال أريد أن أحترف فقد سئمت من اللاعب في الدور الموريتاني فلا تقف عائقا أمامي دعوني أحترف وأحمل علم بلادي معي في الدورية العربية أو الأوروبية وفي الغد القريب أعود إليكم وأواصل المسيرة في الدفاع عن وطني لن أتخلى عنكم يوما إذا دعوتمني لا تحرموني أرجوكم ربما البعض كان لا يدري أنذاك أن اللاعب ينحدر من أسرة متوسطة الدخل وهذه النقطة بالذات من الأسباب الرئيسية لإصرار اللاعب على الذهاب وحين اجتمعت فيه ثنائية وطأة الحاجة ووفرة الإمكانية العالية قرر الرحيل غدر إلى صفوف نادي حمام الأنف التونسي درجة أولا وبعد مرور ثلاثة أشهر على انتقاله أطلقت عليه جماهر النادي التونسي إنها هدية الموريتانيين الثامنة على الطريقة التونسية وحين دخل النادي التونسي في أزمة مالية خانقة إنهالت العروض على اللاعب من شتى الدوريات فتم بيعه لنادي الفيحاء السعودي لم تمضي إلا شهور بعد ذلك حتى لفت انتباه جل الأندية السعودية فانتقل إلى نادي النهضة السعودي منذ قرابة أسبوع جاكتي نادي الكونكورد هو جاكتي المتخب الوطني أداء ثابت مهما كانت الظروف لا يختلف حتى عن جاكتي الدوري التونسي أو الدوري السعودي لمن لا يعرف الغزال اسماعي الجاكتي فهو هدية قدمتها أزقة وشوارع العاصمة واكشوت حيث يوجد في كل جانب منها فيتية شغفتهم كرة القدم حبا وخانتهم الظروف منهم من وصل مبتغاه ومنهم من ترك كرة القدم كرهن واسماعي الجاكتي رغم اتفاق الجميع على أنه الأفضل فاته قطار حفل تكريم الاتحاد الموريتاني لكرة القدم الأخير فعد لقاطرة الجهة اليسرى من الملعب ووصل بنفس الأداء ونفس السرعة دون أن يكترث أن الحكماء ما زال غير عادل كعادته نهاية نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون وقد تابعتم فيها اختتام ورشة تكوين بنواكشوت حول الحوادث الإشعاعية والنووية بالتعاون مع سلطة الحماية من الإشعاع والاتحاد الأوروبي الناطق باسم الحكومة الموريتانية يقول إن ضبط الحقل الصحفي ينبغي أن يكون نابعا من صحفيين أنفسهم المبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني والإدفاع عن القضايا العادلة تدعو إلى تنظيم حملة وطنية لدعم الشعب السوري يمكنكم مشاهدين الكرام متابعة هذه النسرة وغيرها من نسراتي وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة الثانية موجز إخباري بحولنا الدمطم في أمريك